موسيقى 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 مرحبا بكم اليوم في عدد اخر من حكاية مصور اليوم محش يكون كائن درس كما الايام اللي فتت باش ما ننساوش اخر درس اللي هو موت بخيز دي في درس هذا اللي فتت يعني كائن هذا كائن يعتبر جزء الاول كائن الثاني لكن اليوم ما نشرح ينطرقو اليه بل اليوم احنا نروحوا لحد يحد اخرى بطبيعة الحال انتهاو اصحاب كلتو اللي فهمي خرجت في صورتي سواء صورتي في البحر ولا خرجتو تحوسو في في البياضي اربان في المدينة اللي اسمسيال احدكم كائن لافوتو رحتكم تحضر لافوتو سواء بروفيسيونال لافوتو تتليفون اليوم راح نقولكم اربع نصائح يفيدوك كتعود تخرج تصور اول نصيحة اللي نصحك بها دائما اخير الفوتوغراف اول نصيحة اللي هي اللي اصحاب ايضا لافوتو لانه في اي لحظة في اي لحظة او لحظة او لحظة دائماً هناك لقطة قال أحياناً وين تتكرر يعني لقطة هذه تأتي خطرة في الزمان إذلك ننصحك آخر الفوتوغراف لاباري فوتو تاعك تجور في عندك ربطها في عندك وصبعك وصبع تاعك دائماً على الزينات طارق الزينات عفواً على الزر اللي يحرر الغالق باش تكون واجد ليس هذا في حزب يجب أن تكون بحاجة دائماً في عملك يجب أن تكون معك في الصقوشة لاباري فوتو تاعك تجور لا أقوم بحاجة لطبيعة الحال ويقول لك لاباري فوتو يجب ان تكون معك الخدمة لا تقوم بحاجة لتصبح لا تقوم بحاجة لجامعة لكن لاباري فوتو تكتور مثلاً مثلاً تفجن نغلق أو خارج المدينة ترجع تخبي . هذا يدخل في ممتع النصحة لأنه في النصحة هنالك عندما يجب أن تكون في جينه لأنه في أي لحظة جاء كثيرا وكذلك في النصحة الإنترنت ترجع تلك النصحة لأنه في أي لحظة يمر عليك شيء لم تكن تتوقع يمر ولا لقطة مكوش تتوقع باللي راح تجي على بالك تكون انت توجد لها وتصورها لا تكتفي بصورة واحدة اي انك ما شيك تلتاقت صورة واحدة وتجيب لوبيت تاعك تروح تصيب ونخلص وتصور لا لا تكتفي بصورة واحدة كتلتاقت صورة واحدة وتبلك باللي هذك الصورة هي الاحسن لكن زيت التاقت صورة اخرى باش تجيب الافضل يعني كل ما تجيب لانو تشبه في الفوت وفي البرجيب وفي البرجيب لانو تجيب الافضل يعني انتارك تصور راح قبلك مشهد او لقطة او او شيء عجبك رح تتصور باش تتقلب بالصورة تاعك لقيتها باللي تصورة هذي بالطبع اللي كنت تتخيل فيها في المخيلة تاعك لانو الفوتوغراف بطبيعة الحال الفوتوغراف المحترف او الفوتوغراف اللي بالفطرة ويحب لافوتوغرافي الصورة يتخيلها في راسه قبل ما يحرر الغالق تاع الكاميرا تاعه لذلك نصحك تصور اكبر عجب من الصور يعني انت بمثلا راح تصور شجرة شجرة هذيك راح تصور من الف زاوية يعني من تحت من الفوق من السيركوتيم يعني تصور من الف زاوية يعني مشي الصورة الاولى تعجبك هذه هي نو يعني نصحك تزيد تصور حتى توصل افضل 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 ونصل الى اخر نصحاتين انا وهي تسجيل افكار تاعك افكار تاعك قبل ما تخرج منظر سجلها بسجل مش احد دير سجل مش حتصور سجلت ولك وتعرف بلاصة لك راح لياه ولا رح لياه مقبل بالك فتت كل مرة لاخرة رحت ما صورش لكن سجل افكار تاعك بلاصة هذي من رحش لها يزمن رح لياه صورها صورها بطريقة فلانية لان المرة اللي فات ما صوتش بطريقة فلانية نظم افكارك وسجلهم اخر ناصحة واللي هي اهم ناصحة استمتع بوقتك داك يدخل الصور وتروح في خرجة ميدانية لتصور فوتغرافي نصحك استمتع بوقتك ما تسمعش الغاشة بس كولي انه نلاحظ الكثير من الناس عندما يضعون صورتهم في موقع التواصل الاجتماعي لريزو سوسيو نجد الكثير من الانتقادات انت يا فولان لم تراعي القاعدة فلانية وما قلتش القاعدة فلانية وقاعدة فليف اكسترا الى اخرى لا استمتع بوقتك التصوير فن وليس طب التصوير فن لا ينتهي عالم لا ينتهي التصوير فن اعدها وليس طب وليس تهندسها التصوير خلق لتستمتع به لانه فن وبطبيعة الحال استطيع كسر القواعد في الفن لانك عندك قواعد تحب تطبق القواعدين لا تطبقهم لا تطبقهمش لا تطبقهمش لا تطبقهمش لالقاعدة اللي في رأسك لتنصيل استمتع في وقتك اثناء التصوير وفي الاخير ان اقول لكم مش راتكم استمتعتوا معنا وديتوا شوية معلومات خاصة نصائح تصوير فوتوغرافي هناك الكثير من النصائح لكن انا اعطيتك اربع نصائح او خمس نصائح اللي تهمك في حياتك اثناء التصوير فوتوغرافي طبعا اذا اعجبكم الفيديو اضغط زر اضغط زر اللايك وبرتاجه مع اصحابك ومن تنساوش دعمونا باش يدون اعطوكم المزيد ان شاء الله يكون اعجبكم الفيديو واديتوا بزاف منه الفايدة تهلا في روحكم خوتي السلام عليكم